ماذا أفعل أنا؟ الآن أعطيك اللحمة فاتنادي سارة يهيا أب حلو، طيب بعدين؟ كيف تنادي أدهو يجيك وحط اللحمة في يدي أيوه وإذا مسكت اللحمة أخليها بس لا لا لا، مثلا هذه اللحمة أيوه أوكي مسكناها ما رحت أعطي الطير كلها أعطي كل لقمة وتجيب يدك الثانية وتطلق اللحمة طيب وشو نمسكه هو الطير الطير هو رح يجيك هنا أيوه أخليه أيوه وإذا أكل لقمة لقمتين تبدأ تس تفك يدك شوي أيوه وتسحب وتسحب تسحب بدين تحط على ورحك أيوه بعدين وش يسوي فيه بعدين بيقعد هو على يدي أيوه بيقعد طيب وبعدين يزهم عليه أبوك أيوه كده أد يروح لأبوي ويروه لك خالص وش لون أنادي وش أقول تقول تنادي يه يه يو يه أب أب يو كده يه يه يو أب أب أيوه يلا خلاص أوكي يلا بس لحظة أنا راضي أخذ أصبع واحد بس الثاني يخليه لي يلا خلاص خلاص يلا رزعم علي يلا بسم الله مزبوط بس خليدك شوي كده أسوي كده يه يه هوب يلا يلا يه 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 هوب يبيها انبهر الظاهر يه يه ياسارة تكفر يا سارة ياسارة بسم الله مش صغار والله العظيم خلاص ياسارة بالعافية بالعافية سارة سارة ياسر انت خدت الجوع لشيهانة خلاص طب الحل وش يسوي خلي ياكل بيدك يتعشاء أيوه خلي تعشاء خلاص الله يحييك خلاص باعطيها الدس يتدبرك انت تحمل تحمل ما يجيك هي ياسر ها رفعت يدي توقف الحن بنادي يلا يلا يشيهانة يه يه سارة 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 يه يه يب أب أب سارة خافوا ترجمة نانسي قنقر